في اخر التطورات على الساحة الافغانية كان العراق حاضرا بقوة في معيار القياس بين التشابه للمشهد الافغاني والتقرب مع الوجود الاجنبي على ارضه الحدث الافغاني انعكس في الداخل العراقي بما يفتح الباب مواربا لتخمينات بعضها تخشى تكرار المشهد في البلاد وتحديدا الخشية من هيمنة فصائل خارج على القانون في حال الانسحاب الامريكي المرتقب تخمينات اكثر دقة ذهبت الى فرضية الاختلاف الكلي بين كابل وبغداد من حيث الحكومة العراقية الفاعل دورها والمكون السياسي الذي لا يشبه ما يجري في افغانستان لكن السؤال الذي طرح عن ما هي الموقف الامريكي في كلا البلدين فان تصريحا متلفزا للسفير الامريكي في العراق اكد فيه اختلاف مهمة واشنطن في البلاد عن تلك التي في افغانستان وهو تأكيد يثبت فحوى المعادلة الامريكية في العراق والقايمة على مبدأ التدريب للجيش العراقي والتعاون في مجالات الامن ومحاربة تنظيم داعش وفي منظور ثابت اخر فان العراق بحسب واقعه السياسي وتكوين مجتمعه فان الطالبان لا يمكن ان تتكرر في العراق سيما انها جزء من نسيج افغانستان فيما العراق الذي دخله داعش لم يكن جزءا من نسيجه ولو انساق خلفه طيف من العراقيين الا انه ليس اصيلا في المجتمع ما يجعل امريكا مؤمنة بصناعة الدعم السياسي لبغداد سيما مع الانتخابات المبكرة المقبلة التي ينظر اليها العراقيون بصيص امل لمستقبل سياسي ينهي مسلسل الازمات ترجمة نانسي قنقر